السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احذروا فالله لا يستجيب الدعاء لتلك الأسباب الستة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الأصل حبيبي أن الله عز وجل يستجيب دعاء عباده الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا يرد دعاء الصالحين والصالحات قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال إن ربكم حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتين وكلمة يرفع الرجل إليه المقصود الرجل أو المرأة إن الله عز وجل حيي كريم يستحيي إن الواحد يرفع إيديه ولا يرده بدعاء مستجاب الله يستحي أن يرد دعاء عبده سبحانه وتعالى وجل جلاله مع إن إحنا اللي محتاجين ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل خزائنه لا تنفد قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم قال يا عبادي لو أن أولكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم يعني إذا أدخلت البحر وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث حجم الثلاثة إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها الله أكبر يعني الواحد لما بيدي دعوة بيحصل حجم الثلاثة لأن في ناس بتقول هو ليه ربنا ما بيستجيبش دعائي لا بيستجيب لكنه يستجيب في الوقت الذي يراه مناسبا مش الوقت اللي احنا شايفينه لأن الله عز وجل هو العليم الخبير سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى لما العبد بيدعو بدعوة ربنا بيعطيه حجم الثلاثة إما أن ربنا يعجل لنا إجابة الدعوة في الدنيا يعني قلت يا رب رزقني فرزقني تمام كده وإما أن يدخرها لنا في الآخرة فيوم القيامة لما نقف بين يدي الله يقول لك ويقول لك يا عبدي دعوتني في يوم كذا وكذا بكذا طلبت كده أيوة يا رب حصل فأجلتها لك إلى الآخرة لأفرج عنك كربة من كربات يوم القيامة فيتمنى العبد هنا أن كل الدعاء اللي دعا في الدنيا أن المولى عز وجل يدخره له إلى الدار الآخرة يبقى إما أن ربنا يعجل لنا إجابة الدعوة أو يدخرها لنا في الآخرة أو يصرف عنا من السوء مثلها أنا بدع يا رب رزقني في نفس الوقت ابني كان هيتعرض لحادث فربنا نجاه سبحانه وتعالى وأنا معرفش فشوف أدي نتيجة الدعاء وأنا دعيت وبعدين سواء ربنا استجاب أو ما استجابش وهو إن شاء الله بيستجيب بحسن ظننا بالله وبيقين فيما عند الله سبحانه وتعالى لكن حتى لو ربنا ما استجابش الدعاء فالدعاء لوحده عبادة يعني إحنا في كل الأحوال كسبنين محدش خسران دعيت بدعوة أجيبت الدعوة إبنتك سبت طب دعيت بدعوة ولم تستجب فبرضو كسبت لإن خدت سواب العبادة قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح الدعاء هو العبادة اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن بقى في حالات حبيب ست حالات لا يستجاب فيها الدعاء إيه هي الحالات دعيت تعالوا نشوف في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب ليه فيستحصل عند ذلك ويدع الدعاء يقول يا دنا ما دعيت وما شفتش إجابة خلاص بقى يزهق يوم يترك الدعاء عيازا بالله يبقى الست حالات التي لا يستجاب فيها الدعاء إيه هم رقم واحد أن يدعو الإنسان بإثم إنه ويطلب شيء حرام يا رب مكنني من الشيء الحرام فربنا ما يستجبش لأن ده دعاء بإثم عيازا بالله تمام؟ أدي أول حاجة الحاجة الثانية إنه يدعو بقطيعة الرحم يعني يدعو بقطيعة الرحم يعني يقول يا رب مثلا اللهم باعد بيني وبين أقاربين ممكن الإنسان يبتعد عن بعض الأقارب المؤذيين أو الناس اللي بيبعدوا عن ربنا أو الناس اللي بيرح لهم يلاقي الأعدة كلها غيبة ونميمة وقصف ومحصنات وإلى غير ذلك أو ناش شغالين في السحر عيازا بالله ممكن يبتعد عنهم لكن لما يكون يعني صلة الرحم ما يكون أرحامه ناس محترمين وناس متدينين وناس أفاضل تمام؟ ففي الأصل هنا ما ينفعش أنه يدعو بقطيعة الرحم لأن صلة الرحم واجبة وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لعنهم يعني طاردهم من رحمتي عيازا بالله إذن فصلة الرحم واجبة قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من صره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه اللي يحب أن ربنا يوسع له رزقه ويطول عمره يصل رحمه بفضل الله سبحانه تعالى بإذن لا يجوز أن يسأل الإنسان أن يباعد الله عز وجل بينه وبين أقارب رقم ثلاثة الاستعجال إن يحصل إن تضعف نفسه وتسخت لأن الإجابة تأخرت فيترك الدعاء ويصيبه اليأس وهذا لا ينبغي لأن زي ما قلنا لحضراتكم الدعاء في حد ذاته عبادة وتأخير الإجابة إما لحكمة لأنه لم يأتي وقت الإجابة تمام؟ لأن الله عز وجل يعلم ما يصلح العبد لو ربنا استجابلنا الدعاء في الوقت ده ربما إحنا نتضرر لكن لو ربنا أخر لنا الدعاء فيقينا هي دي المصلحة وهو ده الخير بفضل الله سبحانه تعالى بالإضافة إن زي ما قلت لحضراتكم إن ممكن ربنا سبحانه تعالى يؤجل لنا إجابة الدعاء لتفريش كروبات يوم القيامة يبقى كده من قلش انسيب الدعاء عشان ما شفناش إجابة لا ممكن تكون الإجابة يوم القيامة ربنا يفرج بها عنا كروبات يوم القيامة يبقى ليستعجال رقم أربعة أكل الحرام قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعف أغبر يطيل الصفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب لكن عنده مشاكل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له إزاي ربنا يستجيب لواحد جوفوا مليان بالحرام عيازا بالله رقم خمسة حبيبي الظلم لأن الإنسان لو كان ظالما فهناك مظلوم مقهور يبكي ويدعو عليه في جوف الليل فمهما دع الظالم فهناك من يدعو عليه عيازا بالله عشان كده النبي عليه السلام قال كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار رقم ستة حبيبي من أسباب عدم إجابة الدعاء عقوق الوالدين عيازا بالله قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبراني في الكبير بإسناد حسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ما يقبلش منهم أي عبادة والدعاء عبادة تمام من هما أول واحد العاقل والدي فمستحيل يكون إنسان عاقل والدي وربنا يستجيب له دعاء أبدا أيازا بالله فاحذروا حبيبي من الأشياء الستة أو الأسباب الستة لمنع الدعاء أو لعدم استجابة الدعاء لا ندعو بإثم والدعاء بالإثم طبعا يكون سبب بعدم إجابة الدعاء الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم أو الاستعجال أو أكل الحرام أو الظلم أو عقوق الوالدين أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءكم وأن يفرش كربكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يشف مرضاكم وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته